بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً ومرحباً بالرائعين والرائعات والمبدعين والمبدعات من أبناء وبنات الصف الخامس الابتدائي من مدارس التحفيظ أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة التجويد اليوم بإذن الله تعالى المادة التجويد للصف الخامس الابتدائي لمدارس التحفيظ موضوع الدرس النون المشددة أتوقع بعد نهاية الدرس أن أتعرف معنى النون المشددة أتعرف على معنى النون المشددة ما المقصود بنون المشددة أتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن أغن النون المشددة بطريقة صحيحة أثناء التلاوة أن أغن النون المشددة بطريقة صحيحة أثناء التلاوة أتوقع بعد دراسة لهذا الدرس أن أعطي أمثلة للنون المشددة أن أعطي أمثلة للنون المشددة أن أستخرج من المصحف من ذاكرتنا من حفظنا أمثلة للنون المشددة أن أستخرج النون المشددة من الآيات أن أستخرج النون المشددة من الآيات هذه هي أهدافنا لهذا اليوم وكعادتنا دائما نسأل أولا عن الدرس السابق الذي أخذناه فما عنوان الدرس السابق وهما موضوعه الدرس السابق الذي أخذناه عن أي شيء تحدثنا في الدرس الماضي هل تتذكرون عن أي شيء تحدثنا في الدرس الماضي أحسنتم مبارك الله فيكم نعم تكلمنا أو أخذنا تدريب على جميع أحكام الميم الساكنة ما أحكام الميم الساكنة وكم عددها أحسنتم مبارك الله فيكم هناك كم حكما للميم الساكنة عرفنا أن للميم الساكنة كم حكما كم حكما للميم الساكنة أحسنتم وقد عرفنا أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام ثلاثة أحكام عرفنا أن للميم الساكنة ثلاثة أحكام وهي هذه هي أحكام الميم الساكنة الإخفاء عند الباء ويسمى الإخفاء الشفوي وحرفه كما هو مذكور هنا الباء الإدغام في الميم ويسمى الإدغام الصغير إذن وحرفه كما هو ظاهر حرف واحد الإظهار ويسمى الإظهار الشفوي وهو مع باقي حروف الهجاة غير الباء والميم التي ذكرناها قبل قليل إذن هذه أحكام الميم الساكنة التي تعرفنا عليها واستخرجنا أمثلتان وطبقنا قراءة الأحكام التجويدية المتعلقة بها أما درس اليوم فموضوعه النون المشددة موضوع درس اليوم النون المشددة النون المشددة إذن نحن نتحدث عن حرف وعن حركة النون المشددة تعالوا هنا للتمهيد لكي نتعرف على هذه النون المشددة هنا انظروا هنا ماذا تلاحظون؟ أي حرف هذا؟ وهذا أي حرف؟ نعم هذا حرف نون وهذا حرف نون ولكن هذا عليه ماذا؟ عليه السكون هذه النون عليها ماذا؟ السكون وهذه النون عليها الشدة أحكام النون الساكنة سبق أن تعرفنا عليها والآن نحن الآن مع أحكام النون المشددة إذن هنا كلاهما حرف نون ولكن النون الأولى الساكنة والنون الثانية النون الثانية مشددة وهي موضوع ومحور درسنا لهذا اليوم المراد بالنون المشددة ما المقصود بالنون المشددة؟ قلنا لكم أن النون المشددة هي عبارة عن حرف وهو النون وعليه الشدة هذه الشدة تعني شيئا تعالوا لنتعرف على فائدة هذه الشدة وتأثيرها النون المشددة هي نونان الأولى ساكنة والأخرى متحركة النون الساكنة هذا شكلها والنون المتحركة أي نون متحركة بشكل عام إما أن تكون متحركة بالفتح أو متحركة بالضم أو متحركة بالكسر فأدغمت فأدغمت النون الأولى هذه هي النون الأولى في الثانية هذه هي النون الثانية هذه هي النون الثانية فمثلا هنا نريد أن نقرأ هذه النون أو النونان بعد أن فرقنا الشدة إلى حرفيها إلى النونين نقول إن هذه هي النون الأولى والنون الثانية نا فإذا أتت الشدة ربطت بينهما إن نا إن نا إن نا إن نا إن نا وهكذا إن نا إن نا نعطيها الغنة النون الأولى الساكنة النون الأولى الساكنة في النون الثانية المتحركة أي أدغمت النون الأولى الساكنة في النون الثانية المتحركة فصارت إن إن إذن عرفنا الآن النون المشددة كيفية النطق بالنون المشددة تنطق النون مشددة مع غنة ظاهرة بمقدار حركتين نقول إن إن إذن هكذا تنطق النون المشددة رددوا معي انطقوها أنتم قولوا الآن إن إن أحسنتم أحسنتم مبارك الله فيكم أو حتى لو قلنا أن أن الجنة وغير هذا أو أتت مثلا الجنة النار كل تأتي في الفعل وفي الحرف وفي الإسم هذه النون المشددة إذن أحوال أو موضع النون المشددة نريد الآن أن نعرض هذا الجدول ترد النون المشددة في الأسماء والأفعال والحروف ترد النون المشددة في الأسماء والأفعال والحروف كما في الأمثلة الآتية هنا سنأخذ أمثلة على الأسماء وهنا على الأفعال وهنا على الحروف انظروا هنا إلى هذه الآية وانظروا إلى هذه النون المشددة في الأسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس 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 ماذا لاحظتم؟ في هذا المثال جاءت النون مشددة في الأسم الناس فكان حكمها ما الحكم؟ ما الحكم؟ ماذا؟ لم تلاحظوا؟ ألم تستمعوا إلي؟ وأنا أظهر هذه الغنة الناس نعم أحسنتم بارك الله فيكم قولوها أنتم الناس أحسنتم و بارك الله فيكم إذن حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين إظهار الغنة بمقدار حركتين أما في الفعل أيضا تأتي النون المشددة في الفعل أتت هنا في الإسم وأيضا تأتي في الفعل أنظروا هذا هو الفعل تظن وهي هنا مشددة بالظم مشددة بالظم وهنا مشددة بالفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تظن أن يفعل أن يفعل بها فاقرة تظن تظن هل لاحظتم الغنة؟ ما الذي حدث؟ تابعوا في الجدول في هذا المثال جاءت النون مشددة في الفعل أين الفعل؟ انظروا هنا هذا هو الفعل في الفعل تظن فكان حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين بمقدار حركتين هنا الحرف تأتي النون المشددة أيضا في الحرف انظروا هنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم ماذا لحظتم؟ ماذا لحظتم؟ أظهرنا الغنة بمقدار كم حركة؟ أحسنتم إذن أظهرنا الغنة بمقدار حركتين إن إن أحسنتم في هذا المثال جاءت النون مشددة في الحرف إن فكان حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين بمقدار حركتين فكان حكمها إظهار الغنة بمقدار حركتين إذن هذا هو حكم هذه النون المشددة وعرفنا أنها تأتي في الأسماء والأفعال والحروف قال الجمزوري رحمه الله وَغُنَّمِي مَنْ ثُمَّنُونَا شُدِّدَا وَسَمِّي كُلًّا حَرْفَ غُنَّةٍ بَدَا وهيد وَغُنَّمِي مَنْ ثُمَّنُونَا شُدِّدَا وَسَمِّي كُلًّا حَرْفَ غُنَّةٍ بَدَا إذن هذه المتون إذا حفظت تساعد في ضبط هذه الأحكام نحفظ هذه الشواهد وهو يبين هنا إلى غنة الميم وَالنُونَ إِذَا شُدِّدَتَا وَأَنَّهَا تُسَمَّى حَرْفْ غُنَّةٍ انظروا هنا أستخرج النون المشددة كما في الجدول الآتي هنا الآية وهنا موضع النون المشددة وهنا الحكم وهنا السبب الآية الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا لينبذن في الحطمة لينبذن في الحطمة لينبذن لينبذن إذن هنا التشديد موضع النون المشددة أين هو؟ أين هو؟ أحسنتم إذن هذا هو موضع النون المشددة هذا هو موضع النون المشددة إذن كلمة لينبذن لينبذن ما حكمها؟ ما حكمها؟ أحسنتم أحسنتم إظهار الغنة بمقدار حركتين إظهار الغنة بمقدار حركتين السبب ما السبب هنا؟ لماذا أظهرت الغنة بمقدار حركتين لماذا؟ لأن النون المشددة عبارة عن النونين أدغمت الأولى في الثانية أدغمت الأولى في الثانية النون المشددة نونان أدغمت الأولى في الثانية هنا أتت أيضا النون المشددة في الفعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اكتفينا بذكر واحدة وهنا هذه نون مشددة وهذه نون مشددة أيضا كلاهما نون مشددة نكتفي بواحدة يظن وأنتم أيضا أكتبوا الثانية ولكن باب التوضيح الحكم إظهار الغنى بمقدار حركتين إظهار الغنى بمقدار حركتين السبب لماذا نظهر الغنى بمقدار حركتين أحسنتم لأن النون المشددة عبارة عن نونين أدغمت الأولى في الثانية هنا قول الله عز وجل إِنَّ الَّذِينَ يُبَايُعُونَكَ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايُعُونَكَ إذن أين النون المشددة؟ أحسنتم أحسنتم في كلمة إن أتت في فعل أو اسم أو حرف رائع أتت في حرف إذن موضع النون المشددة بكم حركة أو بكم حركة تظهر هذه الغنى أحسنتم إظهار الغنى بمقدار حركتين والسبب كما في الذي قبله نشاط رقم اثنين أصنف الأمثلة الآتية حسب نوع الكلمة كما في الجدول الآتي النجوم النجوم إِنَّ أَظَّنَّ جَنَّ تَمَنَّا أَنَّشْأَتَ يَظُنُّ إذن نريد أن نصنف هذه النون نضعها في مكانها المناسب هنا يريد نون مشددة موضعها الإسم وهنا نون مشددة موضعها الفعل وهنا نون مشددة موضعها الحرف هذه الكلمة النجوم النجوم هل هي اسم أو فعل أو حرف ما رأيكم أنتم؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن هي ماذا؟ اسم إذن كلمة النجوم النجوم إذن هي اسم هذه إِنَّ نضعها مع الفعل أم الإسم أم الحرف أحسنتم إنها مع الحرف إنَّ انظروا هنا أَظَّنَّ أَظَّنَّ لاحظوا كيف نقف على النون المشددة أَظَّنَّ هكذا إذن هذه ماذا؟ اسم أحسنتم مبارك الله فيكم انظروا هنا جَنَّ جَنَّ ماذا؟ أحسنتم إنها فعل انظروا هنا تَمَنَّ 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 إذن هنا نون مشددة أَتَتْ في أي شيء؟ أَتَتْ في اسم أو فعل أو حرف ما رأيكم أنتم؟ أَتَتْ في اسم أو فعل أو حرف انظروا أَتَتْ في الفعل النَّشْ أَتَ هنا أَتَتْ في الاسم أحسنتم هنا ما رأيكم أنتم؟ يَظُنَّ يَظُنَّ ما رأيكم؟ هنا أَتَتْ في أي شيء؟ أَتَتْ في الفعل أَحسنتم مبارك الله فيكم إذن بهذا نكون قد أنهينا هذا النشاط هنا سأجيب عن أربعة من هذه الأمثلة وأنتم تكملون الباقي أذكر النشاط رغم ثلاثة أذكر أكبر قدر من أمثلة للنون المشددة إذن نريد أن نذكر أذكر أكبر قدر من أمثلة للنون المشددة حاولوا أنتم أن تأتوا بأمثلة وأنا أتيت ببعض الأمثلة ولكن حاولوا أنتم المصاحف عندكم أو من حفظكم تستطيعون أن تذكروا نونا مشددة حاولوا الآن أحسنتم رائع جميل ما شاء الله أحسنتم أنا سأذكر مثلا هذه الآية وإذا النجوم وأيضا أستطيع أن أذكر وإذا النفوس وهنا وإذا الجنة وإذا الجنة وهنا ألا يظن ألا يظن أما هذه فسأتركها لكم الخامس والسادس أجيب عنها أنتم الآن سأترك لكم سأترككم للحظات ثم أدو إليكم إذن هذه تركتها لكم حاولوا أن تأتوا بأمثلة على النون المشددة التطبيق العملي التطبيق التطبيق على كلمات مفردة يقرأ كل واحد من الطلاب الكلمات الآتية مطبقا حكما نون المشددة حاولوا أن تطبقوها مع معلميكم مع من هو مجيد للتجويد ويلاحظ على قراءتكم حتى ينبهكم على أخطائكم سأقرأ هذه الكلمات المعروضة إنهم إنهم جان لاحظتم كيف وقفنا على النون؟ بالتشديد بالغنة جان انظروا هنا الناس تمن لاحظتم كيف نعطي هذه الغنة حقها أيضا هذه الآيات تقرأونها على معلميكم وتطبقوا قراءتها حتى يستمع إليكم ويصحه إن كان هناك أخطاء في قراءتها الخلاصة إذا جاءت النون المشددة فإننا نغنها بمقدار حركتين بكم حركة تغن؟ تظهر لهن بمقدار حركتين وتسمى حرف غنة مشددة تأتي النون المشددة في الأسماء والأفعال والحروف أما الآن فسنقوم بحل التقويم سويا ما تعرف النون المشددة؟ قد تعرفنا على النون المشددة وعرفنا أنها أكثر من نون إذن هي عبارة عن ماذا؟ أحسنتم هي عبارة عن نونين إذن هما نونان أدغمت الأولى الساكنة والأخرى متحركة فأدغمت الأولى في الثانية إذن النون المشددة نونان الأولى الساكنة والأخرى متحركة فأدغمت النون الأولى في الثانية هذا هو تعريف النون المشددة املأ الفراغ أو املأ الفراغات بالكلمات المناسبة تنطق النون المشدد مع غنة ظاهرة بمقدار بمقدار كم حركة حركتين أم ثلاث أم أربع أم خمس بمقدار كم حركة رائع ما شاء الله تبارك الله أحسنتم بمقدار حركتين أحسنتم وتسمى حرف ماذا ماذا تسمى أحسنتم بارك الله فيكم تسمى حرف غنة مشدد تأتي النون المشددة في الأسماء مثل مثل ماذا كلمة الجنة النار إذن والحروف مثل ماذا أحسنتم مثل إن أن أحسنتم و فراغ مثل تظنون تظنون ماذا الأفعال أحسنتم وبارك الله فيكم هنا في السؤال الثالث استخرج النون المشددة من الآيات الآتية قال الله تعالى من الجنة والناس أين النون المشددة أين النون المشددة التي عليها شدة أحسنتم هذه الأولى وأين الثانية هذه الثانية هنا في هذا المثال إذن هذه الأولى وهذه الثانية قال الله تعالى يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا أين النون المشددة أحسنتم بارك الله فيكم إذن هنا أتت في فعل هنا أين النون المشددة في هذه الآية إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير أين النون المشددة أحسنتم بارك الله فيكم هنا هذه هي النون المشددة صور الحرف المشدد في المصحف لاحظوا كيف يكتب الحرف المشدد في حال الكسر انظروا إلى الشدة أين والكسرة أين بينما في الضم انظروا تجمع الشدة مع الضمة وفي الفتح كذلك هل لاحظتم إذن في حال الكسر النساء النساء لاحظ أن الحركة تحت الحرف وليست تحت الشدة في حال الضم أما في حال الضم النور وفي حال الفتح نذهباً نذهباً إذن في حال الكسر لا يجمع بينها وإنما تكون الكسرة تحت الحرف وليست تحت الشدة إلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى ختام هذا الدرس وفي ختام هذا الدرس يسأني لا نشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها الرائعون والرائعات وإلى درس جديد ورقاء آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته